حدثنا عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم ابو معمر الهوذلي حدثنا سعيد بن خثيمين الهلالي قال حدثتني جدتي ام ابي ربيعة بنت عياض الكلابية عن جدها عبيدة ابن عمر الكلبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فاسبغت طهور وكانت هي اذا توضأت اسبغت الطهور حتى ترفع الخمار فتمسح رأسها حدثنا عبد الله قال حدثني عثمان بن محمد بن ابو شيبة قال حدثنا سعيد بن خثيمين الهلالي قال سمعت جدتي ربيعة ابنة عياض عن جدها عبيدة ابن عمر الكلبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاسبغ الوضوء قال وكانت ربيعة اذا توضأت اسبغت الوضوء حدثنا عبد الله حدثني عمر بن محمد الناقض قال حدثنا سعيد بن خثيمين الهلالي قال حدثتني جدتي ربيعة ابنة عياض الكلابية عن جدها عبيدة ابن عمر الكلبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاسبغت طهور قال وكانت ربيعة كانت هي يعني جدته اذا اخذت الطهورة اسبغت موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة